موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أهلا بكم أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا اليوم الخامس بالرباط مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية السيد ستيفان ديمستورا وذلك بحضور السافر الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة السيد عمر هلال وذكر بلاغ للوزارة أن زيارة الإقليمية لسيد ديمستورا تندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 26-02 المعتمد بتاريخ التاسع والعشرين أكتوبر واحد وعشرين والفين والذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها لكل الأطراف بمواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة بروح من الواقعية والتوافق من أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق وأضف البلغ أن الوفد المغربي جدد خلال هذه المباحثات التأكيد على أسس الموقف المغربي كما ورد في خطابي جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين للمسيرة الخضراء وفي هذا الصدد أكد جلالة الملك في الخطابين المذكورين التزام المغرب باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة وبحضور الأطراف الأربع في خبر آخر أكد رئيس الحكومة السيد عزيزة خنوش خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة الذي عقد اليوم عبر تقنية التواصل المرئي أكد على الالتزام باستكمال مصاري ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور والإرادة الملكية الراصخة التي عززت مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية متعددة الروافد من جانب آخر أكد السيد أخنوش في كلمته الافتتاحية أن برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة يوم أمس يتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعية جائحة كورونا وعلى صعيد آخر صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه على ثلاثة مشاريع مرصيم تتعلق بالوكالة المغربية لنجاعة الطاقية وبتحديد كيفية منح التعاونيات الترخيصة الاستثنائية بالتعامل مع الأغيار وكذا بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة الآن مشاهدين إلى جديد الحالة الوبائية بالمغرب حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسجيل ثمانية ألاف وثلاثمائة وثمانين وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تم تسجيل عشر وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأبرزت الوزارة في النشاط اليومية لحصيلة كورونا أن أزيد من ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة آلاف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر من اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وثمانية وتسعين ألف شخص وعلى صعيد آخر علما لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية تعمل بجنوب المحيط الأطلسي قدمت أمس الأربعاء المساعدة لمائة وسبعة وسبعين مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدر معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من بين ماثنتين وخمسين امرأة وعشرين طفلا كانوا على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع وأوضح المصدر ذاته أن جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم والذين كانوا في حالة صحية متدهورة تلقوا الإسعافات الأولية تلازم على متن وحدات تابعة للبحرية الملكية قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى من أي بجنور والداخل وتسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاربها العمل إلى تنغيرة حيث انطلقت المشاورات الجاوية التي ينظمها مجلس جهة درعتها في ليلت حول برنامج التنمية الجاوية والتصميم الجاوي لإعداد التراب وذلك بغية تحديد الأهداف والوسائل التي من شأنها المساهمة في تنمية المنطقة تقرير كوفر التجاري انطلقت بتنغيرة المشاورات الجاوية التي ينظمها مجلس جهة درعة في ليلت حول برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب ونظم المجلس بتنصيق مع عملة إقليم تنغير لقاء بحضور العديد من المعنيين بالمجال الترابي والمنتقبين من أجل التشاور حول برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب في إشهة درعات فلالت بغية تحديد الأهداف والوسائل التي من شأنها المساهمة في تنمية المنطقة في إطار إعداد لبرنامج النماوي الجهوي الجهة الضرعة في ليلت والمكتب ديال هذا الواحد برنامج على صعيد جميع الأقالين برنامج اجتماعات تشاركية لكي ترأسهم السادة العمال والهدف من هذه الاجتماعات وهو إشراك جميع المتخابين وجميع المجتمع المدني باش ان شاء الله نبلوروا وحد الرؤية استراتيجية للجهادية لضرعة في ليلت وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول خلصة التشخيص والرؤية الاستراتيجية وملامح برنامج التنمية الجهوية لضرعة في ليلت مع فتح نقاش مع الحاضرين الذين أدلوا بأرائهما حول برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب شرق وسطيا شهدت مختلف الطرق بجميع جهات لبنان اليوم الخميس عملية إغلاق منذ الخامسة فجرا استجابة لنداء الاتحاد العام للنقل البري وذلك احتجاجا على عدم التزام الحكومة بما تعهدت به للمركزية من التزامات خلال مفاوضات جرت في وقت سابق تقرير بدرزايل يوم غضب في لبنان جعل أغلب الطرق الرئيسية شبه متوقفة منذ فجر الخميس حركة احتجاجية ولدت من رحم الاتحاد العام للنقل البري الذي أطلق نداء يقضي بإغلاق الطرقات احتجاجا حسب ما يقول إنه إخلال من جانب الحكومة اللبنانية بالتزاماتها تجاه هذه المركزية النقابية فعلى صعيد العاصمة بيروت أوقف سائقو الحافلات وصيارات الأجرى وشاحنات نقل البضائع والمحروقات عرباتهم بمختلف تقاطعات الطرق الرئيسية مما أدى إلى حرقلة حركة المرور بالمدينة وتعد احتجاجات اليوم التي يدعمها الاتحاد العمالي العام وأعلنت عدد من النقابات والتجمعات تبنيها إحدى التداعيات الساخنة لأزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة وغياب أي تدابير لمعالجة عكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حيث بات تسعير المواد الاستهلاكية مستحيلا مع التغيير اليومي لسعر الصرف في جديد الأزمة الروسية الأوكرانية بدأ المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا محادثات اليوم الخميس في فيينا في إطار جولة الحوار الدبلوماسي الثالثة والأخيرة بعد جنيف وبروكسل لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا وأكد المجلس على الضرورة الملحة لاستئناف الحوار حول أمن أوروبا نتابع تقرير بدل زايل لم يحدث أي اختراق في محادثات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي انعقدت الخميس بفينا حسب وزير الخارجية البولندي زبيجينيو راو الجولة الثالثة من المحادثات الهادفة لنزع فتيل التوتر في الملف الروسي الأوكراني راو الذي تترأس بلاده المنظمة هذه السنة قال إنه لتحقيق تطور فعلي على أعضاء المنظمة أن يدخلوا في نقاش جدي في إشارة إلى المحور الروسي بدوره قال المبعوث الروسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اجتماع الخميس إن روسيا ستقوم بكل ما بوسعها للدفاع عن ما أسماه أمنها القومي إن لم تتلقى أي إجابات بناءة بخصوص مطالبها الأمنية من الغرب وجهدت محادثات الخميس في فينا أول مشاركة لأوكرانيا هذا الأسبوع بتمثيل وزاري في أدنى مستوى لها وعلى سعيدنا آخر اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في مدينة بريست الفرنسية بحضور الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية جوزيب بوريل وذلك لمناقشة عدد من الملفات من بينها الملف الأوكراني والعلاقات مع روسيا وأيضا الوضع في مالي عودة لبدرزاي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الخميس في بريست في فرنسا بتواجد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ويوجد على راسي جندة وزراء خارجية التكتل الذي يضم 27 دولة عضوا في الاتحاد الملف الأوكراني والعلاقات مع روسيا الاجتماع يأتي أيضا في أعقاب لقاء أعضاء حلف الناتو الأربعاء مع وفد روسي تباحث حول الوضع الأمني في أوروبا ومخاطر المواجهة العسكرية وزراء الخارجية الأوروبيون سيناقشون أيضا الوضع في مالي عقب تأكيد بوريل عزم الاتحاد فرض عقوبات على البلد الإفريقي تماشيا مع ما قامت به منظمة الإكواس لدول غربي إفريقيا دوليا دائما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن متحور أوميكرون الذي ينتشر بوتيرة لم يشهدها العالم منذ بداية جائحة كوفيد-19 يظل فيروسا خطيرا خصوصا على غير الملقحين التفاصيل في تقرير حمزة الخضر من جديد منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيراتها بشأن المتحور أوميكرون وتقول عنه بأنه خطير خصوصا على أولئك الذين لم يأخذوا جرعاتهم من اللقاح بعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال خلال مؤتمر صحفي رغم أن أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة من دلتا الذي كان الأكثر انتشارا حتى الآن إلا أنه يظل فيروسا خطيرا وخصوصا على الأشخاص غير الملقحين محذرا من أن المزيد من العدوى يعني المزيد من دخول المستشفيات ومن الوفيات ومن الأشخاص الذين لن يتمكنوا من العمل بما فيهم المدرسين والطواقم الطبية وكذا المزيد من المخاطر في ظهور متحورات أخرى تكون أكثر عدوى وتتسبب بوفيات أكثر من أوميكرون وبسبب وطيرة انتشاره السريعة يأمل البعض أن يحل أوميكرون محل المتحورات الأكثر خطورة علّه يحول الوباء إلى مرض يمكن التحكم به بشكل أسهل فهل يكون أوميكرون آخر فصل من فصول كورونا وفي ذات السياق سجل مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا حول العالم قفزة حادة حيث لامس هذا المؤشر أكثر من ثلاثة مليون حالة حسب معطيات منظمة الصحة العالمية المزيد من التفاصيل في تقرير كوثر التجاري سجل مؤشر الإصابة اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد-19 حول العالم قفزة حادة حيث لمس هذا المؤشر ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف حالة حسب معطيات منظمة الصحة العالمية وأفادت منظمة الصحة العالمية في إحصائية جديدة بتسجيلها ثلاثة ملايين وتلاثمائة وخمسة وتسعين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم كما ذكرت المنظمة أنها رصدت سبعة ألاف وسبعمائة وخمسة وتلاثين وفاة جديدة بالفيروس وارتفعت الحصيلة الكلية للإصابات في العالم بالتالي إلى أكثر من ثلاثمائة واثنتين عشرة مليون حالة في خبر دولي آخر أطلقت الهند وبريطانيا اليوم الخميس محادثاتهما الخاصة بعقد اتفاق تجاري بين البلدين وتهدف المحادثات التي جرت في العاصمة الهندية نيو ديلهي إلى الوصول إلى اتفاق شامل بنهاية العام الحالي تقرير بدرزاي الهند وبريطانيا يطلقان رسميا الخميس في نيو ديلهي محادثاتهما بشأن اتفاق لتبادل الحر بين البلدين الهدف من المحادثات عقد الاتفاق في أجل أقصاه نهاية العام الحالي الاجتماع حضرته وزيرة تجارة البريطانية آنماري تريفليان ونظيرها الهندي بايوش كويال اللذان أكدا أنهما سيسارعان في إيجاد اتفاق أولي محدود النطاق في الأشهر المقبلة قبل التوقيع على اتفاق شامل بنهاية السنة وتسعى بريطانيا إلى إيجاد فرص تفضيلية للطبقة المتوسطة الهندية لولوج المنتجات البريطانية وتحويل الهند إلى أكبر زبون للصناعات الحديثة والتكنولوجيا الخضراء في الخبر الرياضي تمكن الإسباني كارلوس ساينز من تحقيق فوز آخر لفارق أودي في المرحلة الحادية عشرة وما قبل الأخيرة من رالي دكار لسنة 22 وعشرين وعالفين بينما يقترب القطري ناصر العطية من حصد اللقب مع تواجده في صدارة الترتيب العام بفارق المريح نتابع مع التقرير بالدرزاي المرحلة ما قبل الأخيرة من رالي دكار الفين واثنين وعشرين والمقامة في المملكة العربية السعودية تميزت بتحقيق الإسباني كارلوس ساينز فوزه الثاني في الرالي والرابع لفريقه أودي ولم يواجه ساينز أي تهديد على الإطلاق في المرحلة الحادية عشرة الممتدة على طول ثلاثمائة وستة وأربعين كيلو مترا منذ أن تقدم إلى الصدارة عند نقطة المرور الثالثة أمام لوسيو الفريز حيث نجح الإسباني في شق طريقه عبر الكثبان الرملية ليعبر خطا نهاية بفارق بلغ دقيقتين وأربع ثوان ومع ذلك ما تزال تلك النتيجة تعني أن القطري ناصر صارح العطية يتقدم بفارق كبير يبلغ ثمانية وعشرين دقيقة وتسعة عشر ثانية في صدارة الترتيب على بعد مرحلة واحدة نحو النهاية في تجاه جد الجمعة ما يضعه في أفضل موقع لحسم لقبه الرابع في ذكار نهاية نشرتنا تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة مشاهدين على مواقعنا الإلكتروني m24tv.ma